لليوم العاشر على التوالي من العدوان التركي على عفرين السورية يكثف جيش الاحتلال من قصفه الجوي والمدفعي على المنطقة وذلك لتأمين غطاء تتوغل من خلاله قواته البرية والميليشيات المدعومة من قبله المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن القصف التركي طال مناطقه في قرية قده حسن وناحية راجو وقصط الجندو وصف اشتباكات عنيفة على محاور في تلال بمنطقة راجو وأوضح المرصد أن القوات المشاركة في عملية غزو عفرين تحاول تحقيق تقدم يمكنها من التوغل إلى عمق منطقة عفرين وسط عمليات صد واستماتة من قبل قوات سوريا الديمقراطية لمنعها من التقدم وبحسب المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فإن طيران الاحتلال التركي يشن غارات على ناحية شيراوة ويقصف قريتين كوبلا ودر مشمش التابعتين للناحية في هذه الأثناء كما أن طيران الاحتلال ارتكب صباح اليوم مجزرة في قرية كوبلا راح ضحيتها ثمانية مدنيين وأربع جرحة أغلبهم من الأطفال والنساء والآن يعاود قصف القرية مرة أخرى وفي غضون ذلك رد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن على طلب أنقرة سحب قواته من مدينة منبج شمال حلب وقال المتحدث باسم التحالف رايان دايلون إن قواتهم ستبقى في مدينة منبج بريف حلب وستستمر في دعمها لقوات السورية الديمقراطية وقد تم إبلاغ أنقرة بذلك ترجمة نانسي قنقر